يا هلا ومرحبا فيكم قصتنا اليوم من مصر وبالتحديد في منطقة اسوان حصلت القصة هذه عام 2014 في بنت اسمها نصرة ان ولدت في بيت او عائلة جدا جدا فقيرة كانوا يعني حريصين على تربية البنت انها تكون ما تطلع من البيت تتحجب بعمر صغير تلتزم بامور دينها هذه البنت نصرة لما كبرت شوي كانت تفرح تروح مع صديقاتها او مع زميلاتها برا تلعب في الحارة لكن اخوها الكبير ما يرضى على طول يعنفها ويطقها ضرب يعني جدا مبرح بس تطلع من برا البيت يخاف على اختها خصوصا انه يعني اولاد الحرام مثل ما يقولون كثار كانت نصرة دائما من عزلة ودائما حزينة تنتظر الوقت اللي تشوفيه يعني تطلعها تلعب مع صديقاتها تروح مع هذا وتلعب مع هذا ما تحب جو يعني الضغط او جو انه احد يمنعها مع انه اخوها لو بتفكرون فيها عنده حق انه يخاف عليها لكن الاسلوب جدا جدا غلط كان ابو نصرة جدا فقير يعني كان يحمل خضرة ياخذها من احد المزارعين ويجيبها يفرش بسطة ويبيعها قدام بيته او السوق يعني اللي يسمونا سوق الاربعة او سوق الاحد على حسب المنطقة اللي هم فيها فاللي يستلمى منه يعني الجنيهات القليلة جدا يصرفها على بيته كان ملتزم الاب حنون عطوف رحيم دائما يحفظ عياله القرآن الكريم من يشوف نفسه يعني او وقته فاضي على طول يعلمهم امور الدين ومن ضمنهم اللي هي نصرة حتى انه يوم من الايام قامت نصرة لما خلصت الثانوي قالت ابي ادخل الجامعة لكن نصرة كان معدلها في ذيك الفترة يعني ضعيف حاول ابوها يجتهد يدخلها باي مكان ما قبلتها الا يعني دبلوم في احدى الدبلومات هناك وفعلا راحت درست وهناك شافت البنات مختلفين يلبسون جنز وهي يعني تلبس عباية محجبة فعجبها الوضع فقامت ايهي يعني شوي شوي تروح تنسع او يعني تزحف الباشية احنا نسميها او الحجاب او الشيلة الى وراء شوي عشان يبين شعرها وشوي شوي قامت تفتح العباية عشان يبين ما في داخل العباية فاخوها شافها يوم من الايام وقام جلدها جلد ومنعها انها تروح الدبلوم لما انه ابوها تدخل وحاول حاول فيه وضغط من كل جهة على ولده انه يخلي بنته وانه وعده انه بنته ما رح تكون او تلقى مصير يعني بنات السفور وغيرهم مسك بنته الاب وقاعد يكلمها يقول لها عن العيب وعن الحرام وهو يتمنى انه بنته يعني ما تفشله ما تخزي عينه والناس يعرفوهم هناك في المنطقة اللي هم فيها ما يبي الناس يعني تكثر الكلام عليها لكن بما انه البنت هذه صعيدية من اسوان واحنا نعرف ان الصعيدة جدا من التزمين بالعادات والعرف وكذلك المبادئ الاسلامية الاصيلة فهنا الناس كل ما جوا بيخطبوها يشوفوا حركاتها يعني المندفعة من عدم التزامها بالحجاب بشكل كامل العباية تكون قصيرة او مفتوحة يعني كانت تطلع تبين للناس وتطالع في الرجال يمين وشمال شغلها بطال كل ما بغت ام تخطبها تشوفها الحركات وتخاف على ولدها ما يبون اولادهم ياخذون من بنات اللي خبري خبركم يبون بنت من اسرة زينة يبون بنت يعني محتشمة ومربية تربية ممتازة الاب تعب ويا بنته يحاول يقنعها ان الزواج مستحيل يستمر الا يعني بالالتزام بمبادئ الدين وكذلك الحشمة لكن العواج عواج هذه البنت نصرة ما فاد وياها كلها الكلام وكلها النقاش صحيح اخوها يضربها ويعنفها ويأمرها لكن اخوها مدائما معاها اذا طلعت الشارع او اذا راحت نزها مع صديقاتها فكانت يعني ادخورها على قولتهم تخرجت من الدبلوم وجلست في البيت حاولت تبي تشتغل لكن اخوها قال لها ما عندنا بنات للشغل حاولت تقنع ابوها قال لها اشتغلي في البيت انتي يا بنتي شغلك بطال ما انتي ملتزمة او تمشين طريق سيدة فبالتالي الشكوك بدون شي حوالك يا مناس جاو كلمة والام وجاو كلمة والخوات والاخوان ليش بنتكم ممثلكم ليش ما هي ملتزمة ليش عيونها تبص بص يمين وشمال على الرجال فهنا ابوها قال الحين اروح ادخلها يعني معهد مثلا خياطة او مصنع فبالتالي تفشلني وتخزعيني والناس بدون شي قاعدين يقلون وجه من الكلام حتى انه يوم من الايام هذه نصرة كانت طالعة وابوها كان جالس مع ناس يعني ضمنهم واحد يبي يشتري من عنده خضرة صغير بالعمر الا تطالع فيه وهي ماشية ما استحت من ابوها بكل عين جريئة وابوها يشوفها وهي تطالع وتغازل الرجال اللي بيشتري من ابوها الخضرة وهو ذاك الرجل قاعد يتباسم لها بغى ابوها ينجن راح قفل البسطة ودخل البيت وبدأ ينهرها ويغضب عليها ويقول لها انه قد ايش وهيغليها وقد ايش يحبها بس ما يبي هذا الاسلوب والطريق الخطأ الناس ما ترحم ممكن لو بر الصعيد هذا الامر عادي لكن في هذه الحارة عندهم تقاليد وعادات لكن دون فايدة كبرت البنت وكل ما بغى احد يخطبها سأل الناس الناس يعني يذموا فيها ذم بالعكس يقولوا اهلها زينين وخش اوادم لكن البنت لا تقربوا صوبها فهنا يخاف الرجل ويهرب جاها من مناطق بعيدة وكذلك ناس يعني ما يعرفون الحارة ولا يعرفون اهلها بالضبط ومن يسألون نفس الكلام يسمعونه ويهربون كبرت نصره ووصل عمرها في الثلاثينات شنو بقى غير الاربعين والخمسين فهنا خافت ان قطار الزواج يفوتها وبدأ الندم يعني ينهش في جسمها خصوصا ان اغلب صديقاتها تزوجوا الا ايه نصره فظلت حزينة ومقبوعة في البيت وقالت مع كثرة تعبي ومجهودي اناظر الرجال وتبيسم حق هذا وروح حق حق هذا والمشكلة ان صديقاتها اللي وياها يمشون معاها بخدرهم بحشمتهم ايه يتغازل الرجل هذا يروح الرجل هذا يخطب صديقتها ما يخطبها هي فانقهرت على نفسها اكثر وانقهرت على شغلها هذا اللي قاعدة تبيت ضبط رجل معين مجايد بط وايضا عمرها اللي كل ما يجي له ويزيد شلون اصلا تقدر لا تتوظف ولا تسوي حاجة ولا يعني مهمتها في البيت غير انها تساعد امها خصوصا ايضا ان اخوانها حكرين ويضغطون عليها ضغط ما يخلونها حتى تطلع برا البيت واذا طلعت خصوصا لبا كبرت خلاص بيجلدونها وبيضربونها في هذه الاثناء هذا الاب ابو نصره كان شوي كبر بالعمر فراح كالعادة يبسط بساطته فجاي امه رجل عجوز من عمر ابوها جارهم اسمه جمال جلس وياه وقعد يعني يسولف وياه ويتكلم شنو فيك يا ابو محمد شفيك زعلان قال لا والله بنتي ما جاي يجي نصيبها والناس تخرب بنتي الان في الثلاثينات من عمرها وما ادري متى يجي الحال واشوفها عروس فهنا شاف جمال قال لا كم بنتك عمرها قال لا والله في الثلاثينات قال لا اسمع تعطيني بنتك تفت عليه هذا ابو ناصره قال لا اعطيك بنتي انت ابوها قال لا جمال طيب انت قلتلي الان ما هو ايه في الثلاثين ما رح يجيها رجل في الثلاثينات واللي في الثلاثينات ما يبونها ما في الا انا وانا راح استر عليها وراح يعني اعطف عليها وخصوصا انكم تعرفوني وانا جاركم ما في يعني اي مشاكل بتصير ولا حوادث فقعد هنا ابو ناصره يفكر قال خلاص عطني وقت افكر فيه يومين واردلك خبر دخل ابو ناصره البيت وجلس يتكلم مع الام ان هذا جمال العجوز يبي يخطب ناصره متقدم لها وعارف ببلاويها وعارف بحركاتها فهنا ناصره ما كان عليها اي كلام غير انها توافق ليش لانه مرغما اخاك لا بطل يعني ما في خطة بجاها اصلا طوال ما هي في بيت ابوها الا هذا جمال ففعلا وافقت وتم العرس على اكمل وجه بسيط خفيف لطيف جمال اصلا كان متزوج ميته زوجته وعياله متغربين اللي في السعودية واللي في مصر واللي في المانيا وغيرها ما عنده احد في البيت عشان كذا يبي يعني واحدة تكون معاه جمال هذا ايضا فقير يشتغل فراش او عامل في احدى المدارس اللي موجودة هناك في اسوان تزوجها هذا الرجل جمال وجابت من عنده خلال السنوات اللي تزوجته فيهم ثلاث اولاد كانت حياتها عادية لكن هذا الرجل شايف حياته وشايف ساعاته مع الزوجة الاولى قبل ما تموت فهو ممستعد انه يقبل على حياة جديدة ويغير وينمق ويضبط خلاص اوهو كبير في السن هبابة مثل ما يقولون يجي من العمل ياخذ حبوب الضغط او حبوب السكر وبعدها يرتاح وينوم البنت تبي شيء يعني جديد تبي نمط مختلف تبي رجل يدخل عليها يطلع عيالها يوديهم يتنزهون هذا الرجل ما عنده نومون مبكرين عشان يقعد الصباح يروح الدوام ويجيب الفلوس ويصرف عليها كان يراعي ربه وفعلا نفس الوعد اللي وعده ابو نصره التزم فيه انه يعاملها بحسن طيبة وافضل معشر لكن نصره في خلال هالفترة كان ناقصها شيء ناقصها الحنان والحب وترى بقول لكم حاجة مثل ما الرجل يبغى اشياء مهمة في المرأة وان تو ثري المرأة يهمها جدا جدا الكلام الطيب الكلام الحلو حتى لو شكرا اذا سوت للغداء او قدمت له ترى ما ينقص من رجولتك ولا ينقص يعني من مهابتك او حتى من وقتك نصره ما تشوف هذا الشيء من زوجها نهائيا فكانت ما شيء على وضعها ما تسوي شيء غير انها تربي فيها العيال يوم من الايام اخوها محمد عزمها كان اخوها يعني برا اسوان في منطقة وعزمها ايه مع عيالها على يعني عشا راحت تفاجأت ان في واحد من اصدقاء اخوها عمره 28 سنة شباب ويضحك ويبتسم وياخذ ويعطي في السوالف وهذا الرجل اسمه كرم كرم كان فلنها لاهم اتزوج ولا مرتبط بينما هذي شافت فيه الحياة اللي هي نصره جلست على انفراد ويات تكلم على طول بدون اي مقدمات قالت لها عطني رقمك عطاها رقمة وعلى طول هي متعودة على هذا الاسلوب اللي الشغل البطال من اول مثل ما قلنا والسبب مشاكل اخوانها اخوانها والله ما بيضربونها ولا بيعنفونها لله في لله لان شغلها مثل ما يقولون بطال فعلى طول اخذت رقمة وهو اصلا اخذ رقمها لانها قاعدة تتسالف وتضحك وياه واخذت تتمادع معافي السوالف اخوها هذا الصغير مش الكبير اصغر منها بعد ما خلصوا الجلسة كل نروح في حال سبيلة جراءتها فاقت كل الحدود نصرة لما قامت واتصلت بكرم ايه من نفسها تتعرف عليه وين زوجها؟ زوجها اصلا كان في الدوام مو احنا قلنا عامل مدرسة يروح مسكين في الصباح فاتصلت عليه تتعرف عليه بشكل اكبر شوي شوي قعده فاضي ما عنده لا شغل ولا عمل يسولف وياها بدأت هنا تشتكي لها عن زوجها عن طريقة معاملته انه يعني جاف ما يعاملها بلطف وانه ما شافت منه الحنان وانه اصلا رجل عجوز وقطوها اهل عليه ومنها الكلام فقامه يضحك قال لها انا غير انا رجل شباب وانا رجل اعجبك وانا كلامي لطيف جلس يغرقها من الكلام اللي ايهي تحس بنقطة ضعفها من زوجها الاولي العجوز فقام يعطيها ويمطرها بوابل من الكلمات الحلوة مناقص شيء وهي بسرعة تنخدع فعطاها الكلام الحلو والكلام المعسول بعدها قال لا كده ما ينفعش ليه ما تعزمينيش في بيتك قالت شلون قال لها مؤلحين انتي تقولين ان زوجك كل يوم برا اذا طلع راح الدوام وعيالك راحه المدرسة عزميني وانا اجي وعلمك ايش الكلام الحلو وشلون اقوله قالت لا طيب وفعلا في اليوم الثاني اصلا معلاقتهم ما اخذت لها اسبوع قامت وعزمتها في بيتها على شموع حمر على ورد حمر وعلى عصيرات وكيك وحلويات كل هذا حق هذا الرجل الغريب الاجنبي عليها دخلت البيت وجلس وصار هذا اليوم يوم احمر بالنسبة لهم ودخلوا في غرفة الزوجية زوجها المسكين المخدوع اللي في المدرسة يشتغل دخلوا وعملوا علاقة غير شرعية مدة ساعتين وما حدرى فيهم نهائيا ومن ثم طلع ووعدته اهي ان هذا الامر يتكرر مرة ثانية فعلا بدأ يتكرر في اكثر من مرة وبدأ هذا العشيق اللعوب انه يتمادى بطلباتها قال لها طيب انا ودي اني اسكن وياك في البيت قالت لا طيب شلون قال لها تكرر فيها يا نصرة انا مستحيل ازاي قوزك جالس معاكي وانا برا قالت لا صبر خلني افكر وقال بها يمين وشمال واعرف شلون اديرها عدل فيوم من الايام فعلا خططت ودبرت وحاكتها صح وما على هذا العشيق كرم الا اللي هو التنفيذ جابته في البيت ودخلته على زوجها اي نعم دخلت العشيق على زوجها دخلته بعباية وبنقاب ومباين عليه ولا حاجة دخل وقالت لا شوف يا زوجي هذه المرأة صديقتي وهذه خرسة ما تعرف تتكلم ولا تسمع وهذه صديقتي من الطفولة جاية متهاوشة مع زوجها واهلها مو في هذه المنطقة يعني رحلوا الى منطقة بعيدة فعشان مسكينة ابي اضيفها مدة 10-15 يوم عشان لما يعني تتراضى او تسطلح مع زوجها طبعا هذا العجوز قال خير ان شاء الله دخلته غرفة الضيوف قفلت عليه شنو تسوي تروح تقدم حق زوجها الاكل من هنا وتقوم تقدم الحلويات وافضل واطيب الاكل والعصيرات حق عشيقها في الغرفة الثانية طيب بتقولون وين بتنقسم نصين بتقعد مع مين يعني لا محالة رح تقعد مع عشيقها وتقول لان صديقتي مسكينة حزينة اطيب خاطرها وهو مصدق المسكين ونايم على ودانا هذا الرجل العجوز ما يدري وين الله قاطنه فقام هنا الرجل يروح الغرفة ينام حتى الوحدة ويجلس في الصباح ويروح الدوام بعدها زهق بروحها زوجته اصلا ما يشوفها فقام هنا وتهوش مع زوجته قال لها يعني ازاي هذه صديقتك اذا متهوش مع زوجها انا شو ندخلني اني كنتي على طول تروحي معاها حتى نامت نامين وياها في الغرفة كانت هذه المرأة الخبيثة تنام معاه كأن معاشرة الازواج مع عشيقها وهجرت زوجها ما يدري اهو المسكين فقام بعد ما اختلق المشاكل والهواش والهذرة مع زوجته قال لها العشيق شوفي ما تروحي وياه وتنامي لأن الغيرة تنهش جسدي والله ان نمتي وياه رح اسوي لك حاجة ما رح تعجبك قالت لها ايهي خلنا انطيب خاطرة وروح انيمة عشان ما يسوي لنا مشاكل ويشك ويظن فيك قال لها لا اسمعي انا ما ابي ليلة حمرة مع زوجك اذا في حل اني اتخلص منه روحي معاه خليه نام ومن بعدها انا اجي واخنقه وخلاص نتخلص منه ونعيش حياتنا ونتزوج قالت لها خلاص بس كذا ان شاء الله خير وتروح لكم هذي وتحط له في العصير حبايا منومة وتعطيه وياها اللي هو زوجها العجوز نام هذا الرجل في الغرفة وعلى طول يلا يا عشيقي تعال الغرفة الثانية وقوم بواجبك دخل هذا العشيق كرم وبكل قوته يضغط بأيادية في حلق هذا الرجل اللي مسكين خادر نومه وعلى طول لما فاضت روحه وماته ما يدري شنو مهببة زوجته بعدها الحين وهم قدام جثة وقدام جناية وأحداث ربما هذي الحادثة يعني تروح فيها رقاب فقعد يفكر ويخطط وياها قالت له شنو الحل قال لها الحل بسيط وبديهي نقوم الحين نلفه في شوال أو سجادة عادي سجادة مطوية ونقوم ونرميه قدام المدرسة على أساس أحد تخلص منه هناك عشان نبعد الشبهات عنه فقامته وفعلا واخذت زوجها وجابه والسجادة ولفاها فيه ومن بعدها يلا راحوا وشالوه وبدوا بعدين يبون يرمونه قدام المدرسة حقتها لكن تفاجأوا إن هذه المدرسة أصلا حواليها ضباط وجنود وشرطة خافوا هنا من الدورية وراحوا يعني يدورون منطقة ثانية وتوجهوا إلى منطقة اسمها الصداقة الجديدة كانت في عمارة قيد الإنشاء توها مبنية ما بعد تكتمل ويلا يرمون هذه السجادة المطوية على الرجل العجوز جمال ويرمونها عند هذه العمارة ويفرون هاربين في النصاف الليالي ما حد شافهم ولا حد درع عنهم جات البيت ولا كأن في شيء صار وهي عارف أنه ما حد رح يسأل عنه كأنه مقطوع من شجرة عياله مشغولين في حياتهم في هذه الأثناء ما كانت تدري هذه المرأة أنه بسرعة أصلا الناس بيلتقطون هذا الرجل وفعلا بدأ اللي يشتغلون في العمارة يشوفون هذه الزولية يبون ياخذونها خلص مرمية في الشارع وشكلها جديد ففتحوها اللي يشوفون الجسد هذا جسد جمال وبسرعة بلغوا الشرطة الشرطة راحوا عينوا مواصفاته ومعلوماته تبين لهم أن هذا الرجل وهو جمال بعد ما اخذوا بصماته من يده لأنه ما خذ صنوقت من وفاته فبعدها طلعت بياناته في الكمبيوتر قاملا وإنه متزوج من أمرأة اسمها اللي هي نصرة قبل ما يحققونوا إياها عطاهم الطب الشرعي أن هذا الرجل جمال متوفي قرابة اليومين فهنا ما بلغت هذه المرأة عن اختفاء زوجها ولا أحد يعني اتفاجأ ولا أحد تكلم فرحوا هنا الشرطة وقبضوا عليها وبدوا يحققونوا إياها إيه نهارت وصاحت وبكت وقالت أنا ما لي دخل أنا ما عرف وين راح بس توأه غايب حسبالي رايح مكان معين قلت بكرة رح أبلغ عن اختفاءه وبينما هم كذلك مشايفين عليها أي ملقة ولا خيط أخلوا سبيلها ومن بعدها قاموا يعني إحققون مع عيالها في ولد من عيالها عمره عشر سنوات قال والله أمي جايبة قبل ما ينفقد أبوي صديقة لها هذه الصديقة خرسة ودائما تدخل معاها في الغرفة وتقفل الباب ما نشوفها أبدا ولا نسمع أي صوت لها فقاموا هنا يبحثون في سجل الاتصالات حق نصرة عن آخر أرقام إيه مكلمة أحد أو أحد مكلمنها إلا يلاقون فيه رقم يعني متردد عليها خلالها الفترة بكثرة هذا الرقم يعود حق رجل اسمه كرم وساكن في منطقة بعيدة يعني عن أسوان فقاموا على طول يبوني شوفونا يبوني يلقون القبض علي يعرفون شنو علاقته مع هذه نصرة لكن هرب إلى منطقة ثانية وبينما هم يبحثون يبحثون قدره ويوصلوله وجابوه إلى شرطة أسوان وبدوا يحققون وياه وهناك وهو قال أنا ما لي دخل وأنا ما أدر عنها وفعلا هي اللي قامت وهي اللي خنقت زوجها وأنا كانت بيني وبينها فعلا علاقة عاطفية غرامية يعني هذا الرجل كب العشاء قال لهم أنا ما لي علاقة لا حب ولا غرام وناصة ما أحبها مستحيل أتزوجها بس أنا صراحة شفت فيها رغبتي وشهوتي أقضيها بما أنها مباحة وفرض نفسها علي ليش ما أضرب عصفورين بحجر واحد على كلامه فقاموا هنا الشرطة وقبضوا عليها وجابوها وهي منهارة وتبكي لما سمعت هذا الرجل شلون يقول عنها بغت تنجن قالت أصلا سجلات المكالمات اللي وصلتولها يعني تقصد الشرطة أنه هذا الرجل كرم تصل عليها يقول لها انتبهي وسوي حالك تصيحين وفهمها أنه إذا عرفت أن زوجها خلاص توفى تسوي حالها أنها ما تعرف وتنهار وتصيح وتمثل دور الحزينة وتبكي على زوجها وقالت أنا حبيتها بكل جوارحي ما حبيت في حياتي إنسان غير هذا الرجل كرم وفعلا أهو اللي اقترح علي أني أقوم أخنق زوجي لكن أنا ما خنقته أهو اللي خنقه وتقدرون تتأكدون من الطب الشرعي وكذلك أهو اللي عرض علي أن يجيني في البيت وقالت لهم أنا ناقصني أشياء كثيرة في زوجي العجوز هذا الرجل أيام الأخيرة هجرني بسبب الأمراض المزمنة اللي عليه ومن كان قادر أصلا إنه يعاشرني أو إنه ينام معاي فقمت أنا أدور لي عن واحد ثاني يا سلام وكأن الدنيا سبهلة له ما فيها قوانين ما فيها شرع الله استغفروا الله ربي وأتوبوا ليه المهم بعدها قالت دورت لي على هذا الرجل شفته بسرعة انصاع وياي واستدرجته لما جبته في الشقة تبادل مصالح بيني وبينه لكن في الآوينة الأخيرة حبيتها وأه أغراني إنه رح يتزوجني ما كنت أدري إنه يكذب وإنه ما يبي يتزوجني بس يبي يلعب بعواطفي ومشاعري لكن بعدها الشرطة هنا احتارت مين بالضبط اللي قام وخنق هذا الرجل شافوا الطب الشرعي إنه فعلا سبب موت العجوز جمال الاختناق وإنه فيه بصمات أصابع تعود حق الزوجة وتعود حق العشيق اللي هو كرم فهنا وجهوهم للنيابة العامة وتم الحكم عليهم اثنين هم بالإعدام لأنهم مشاركين في هذه القضية شفتوا لوين الحب والغرام والعشق الحرام وين يودي؟ شوفوا بعيونكم حق المراهقين والمراهقات واللي أصلا تسول لهم نفسهم إنهم يفكرون يعملون علاقات غير شرعية وين نوصلهم استغفر ربك وعيش حياتك في شرع الله لا تدور يمين وشمال وتخل بقوانين رب العالمين ومن بعدها قوانين الدولة هذه القضية أخذت رأي عام جدا كبير في أسوان وكذلك في مصر عشان كذا سموا هذه المرأة نصرة بصديقة الشيطان هذه نهاية قصتنا لليوم أنتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو